يوم مرحبا يوم جديد وحلاء جديد عم ترافق نحن وانتو لنواكب اخر التطورات على الساحة الفنية ردت الممثلة المصرية ياسمين صبري على الاشاعات التي انتشرت خلال الساعات الاليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول زواجها بسر من احد رجال الاعمال كتبت ياسمين عبر حسابها وقالت هي من المرات الاليلة اللي ردت فيها على اي اشاعة انا مالي منتزوجة والاشاعة مالها اي علاقة بالحقيقة واضافت انا بنت مصرية مسلمة لما بدي اتزوج بعلن عن زواجي امام كل العالم غير هيك اشاعات مالها اي اساس من الصحة وبعد انتشار هالاشاعة تفاجأ كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والاعلاميين وحاولوا يتواصلوا مع ياسمين وهذه اللي خلاها تطلع وترد ديانة حداد تستقبل ديسمبر مع الشاب خالد في العلا اعلن الحساب الرسمي لمهرجانات وفعاليات العلا بمنصة اكس موعد الحفل الغنائي اللي بيجمع ديانة حداد والشاب خالد ونشر لحظات العلا بوستر الحفل وعلق عليه انت على موعد مع انسية غنائية لا تنسى وحفل يحييه نجمة الموسيقى الشاب خالد والنجمة ديانة حداد يوم واحد ديسمبر يلي هو يوم الجمعة بكرة وطبعا الناس متشوأة لهذا اليوم واشتاقت ترجع تشوف الشخصين يلي عملوا ديو اكتر من ناجح استمر لعبر سنين ويذكر انه ديانة اصدرت خلال الاشهر الماضية غنية بعنوان يو طيار باللهجة المصرية وهي من كلمات هاني صارو الحان احمد الزعيم توزيع موسيقي لاحمد عبدالسلام العطولة عم يجمع زينة احمد السقة ميكا ساب برمضان عشرين اربع وعشرين انضمت زينة لفريق عمل مسلسل العطولة يلي بيجمع نخبه من نجوم دراما المصرية منهم احمد السقة طارق لطفي باسم سمرة ميكا ستاب المسلسل حيكون بقى امت عشرين اربع وعشرين ضمن الموسم الدرامي الرمضاني بحسب ما ذكرته وسائل اعلام محلية وهو عبارة عن دراما اجتماعية من تأليف شام هلال واخراج احمد خالد موسى واعلنت شركة المنتجة انه التصوير حينطلق خلال ايام قليلة ليدروا يلحقوا موسم رمضان ويمتهي التصوير قبل الموعد اما عن زينة بالمسلسل فهي بنت شعبية بتجمع قصة حب مع السقة وبمر علاقتهم بالعديد من الازمات لهون بتكون خلصات اخباري بتمنى لكم ان كان زريف تقضوا معي لكم واصحابكم شوفكم انا ان شاء الله بيوم وحلقة جديدة فيها اخر واهم التطورات على الصاحة الفنية كالشترين ضد صدق السوشال ميديا بالاربع وشرين ساعة المواضية ومن هون الوقت تبقوا بقلس خير اشتركوا في القناة